أعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات ثلاثية مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا واجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في غزة حيث توافق الوزراء ثلاثة في المواقف بشأن ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار وإنفاذ المسعادات الإنسانية وثمن الوزيران دور مصر في عقد اتفاق الهدنة هذا وأكد شكري على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار وتسهيل نفاذ المسعادات الإنسانية للقطاع بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية فضلا عن إدادة استهداف المدنيين ورفض سياسة التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وكذلك رفض محاولات الإسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار كما شدد الوزير شكري على مسؤولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وأهله باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقا لالتزامات القانون الدولي الإنسانية ترجمة نانسي قنقر